كمان النهاردة كان الاجتماع الفني لهذه المباراة مباراة النادي الأهلي أمام سيمبل تنزاني لعقد بحضور مندوبين أو مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي وحضر الاجتماع ممثلا عن النادي الأهلي كابتن سمير عدلي المدير الإداري وكابتن وائل محمد إداري الفريق وأصفر الاجتماع عن ارتداء النادي الأهلي زي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشرط الأبيض والشراب الحمر الأحمر الطاقم اللي حضراتكم شايفينه ويرتدي محمد أو حارس المرمى طاقم الأصفر فيما يرتدي سيمبل التاقم الأزرق كاملا والحارس الزي البرتقالي ناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة غدا وأيضا تم نقاش على موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة وبداية التسخين أمور كثيرة جدا بيتم أو كل الأمور الحقيقة بيتم منقشتها في الاجتماع الفني الأهلي عمل نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب رغم إهدار العديد من الفرص أمور كثيرة جدا بيتم منقشتها في الاجتماع الفيديو